اشتركوا في القناة بين الحين والآخر يعود اسم القائد الليبي خليف حفتر إلى الواجهة ودائما ما يرتبط ذلك بسعي هجاد لإنقاذ بلاده من برافن الإرهاب حيث تم تنصيبه رسميا قائدا لجيش الليبي ما يعطي له زخما قويا في إزالة مصطلح ميليشيات كليا من ليبيا بقوة القانون فهو يعد الآن رجل المرحلة وهو قادر بحكم خبرته العسكرية على كشف الأطراف الداخلية والخارجية التي تسعى إلى تحويل البلاد إلى أرضية خصبة للجماعات المتطرفة في منتصف فبراير عام 2014 أطل القائد السابق للقوات البرية في ليبيا اللواء خليف حفتر إعلان انتهاء شرعية المؤتمر الوطني الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان ومجموعة إسلامية وإسقاط الإعلان الدستوري القائم والدعوة إلى خريطة طريق للمستقبل السياسي الليبي في بيان مقتضب أثار سخرية الحكومة حينها لكنها سريعا ما تراجعت وأيهدته كليا في عملية الكرامة لطرد ميليشيات من ليبيا الشارع الليبي الذي كان منقسما تجاه نظراته لجنرال بدأ اليوم أقرب إليه من أي سياسيين آخرين بعدما فشلت الحكومة في تشكيل جيش وقوات الشرطة موحدة من عشرات الميليشيات المسلحة التي انبثقت عن الثورة كما أنها فشلت أيضا في وقف أعمال القتل وعمليات الاختطاف التي عصفت بتلك البلاد الغنية بالنفطة ما أسفر عن تدهور الأوضاع هذه الظروف والمعطيات هيئت لقائد جيش الليبي أن يكون الرجل الأنسب لهذه المرحلة فبخلاف خطابه المعتدل الهادئ يحظى المشير حفتر بدعم دولي وتراهن كل الأطراف المعنية بشأن الليبي عليه كفرصة آخيرة لليبيا موحدة فسيناريو الفوضى في ليبيا من الواضح أنه لن يكون في صالح أي من هذه الأطراف لقناة ليبيا الحدث محمد عزومي